بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسن اليوم الدين يقول الله تعالى فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا هذه الآية الكريمة نبهنا إلى شدة حاجة المسلمين اليوم إلى تضبرها والاتعاض بها فالبأس والكرب والابتلاء الذي نزل بساحة المسلمين وغيرهم يجب أن يقابله التضرع والتذلل وانكسار إلى الله تعالى فحقيقة الابتلاء إذا تعمل مع الناس بما يرضي الله تعالى فهي منحة وعطاء فالله تعالى يبتلي عبده ليسمع تضرعاه وهو سبحانه وتعالى يحب صوته صوت الملحين في الدعاء وأن المتضرعين إليه في الدراء قال ابن القيم رحمه الله فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعاه ودعاءه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يده من كتاب الروح لابن القيم ومن هناك كانت تضرع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والتجاؤهم إلى الله سمة بارزة في سيرتهم العطرة حين نزل بهم البلاء والشد عليهم الكرب ويكفي أن يطالع أحدنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من أمته حتى يتأكد له التزامهم في البأساء والضراء وزمن المحن والابتلاءة بالتضرع وشدة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده من يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة والمحنة والنوازل بل كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتضرعون إلى الله تعالى أيضا ويستغيثون به ويسألونه النصر والتأيد وكتب الله تعالى يؤكد ذلك ويؤيده قال الله تعالى في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وإذا استعرضنا سيرة خلفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجدنا أن التضرع إلى الله تعالى كانت السمة البارزة بخلواتهم في الشدائد والنوازل ويكفي أن نذكر في هذا المقام حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرماضة فمع اتخاذه كافة التدابر الكفيلة بإنهاء المجاعة واحتوائها أضاف إلى هذه الأسباب المادية الضرورية شدة تضرعه إلى الله أن يكشف ما نزل بالمسلمين في محنة في ليله وخلوته هذا هو حال السلف الصالح في أيام الشدة والكارابير المحنة تضرع إلى الله تعالى والتجاء إليه وانكسار وتذلل بين يديه سبحانه بعد الأخذ بكام الأسباب بطبيعة الحق فحال المسلمين اليوم مع ما نزل بهم من بلاء وضراء لا يساعهم إلا الاقتداء بما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم والسلام وأتباعهم من تضرع وشدة والتجاء إلى الله تعالى اللهم وفقنا لهذه العبادة الجليلة وعليه من الدعاء والاستجابة اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله